المفكر الكبير الدكتور طارق حجي مستمر في كتابة البسطات المسيرة كتب أعرف وأهتم وأعشق مصر ولا أهتم بأي قدر بكيانات وهمية مثل الأمة العربية والأمة الإسلامية يعني كأنه بيقول أن الأمة العربية والأمة الإسلامية كيانات وهمية في خيال أصحابها فقط أيضا نشر الصورة دية أنا مصري قضيتي الأولى مصر مش فلسطين أيضا زكورية زكورية بعض الرجال ينبحون عند رؤية امرأة غير مغطاة الرأس وبدلا من أن نربيه نغطي المرأة حتى لا ينبح أيضا نشر الصورة دية والبسط ده هو شيره مكتوب إيه في الصورة الكفار لا يملكون ما لهم ملكا شرعيا ولا يحق لهم التصرف فيما في أيديهم والمسلمون إذا استولوا عليها فغنموها ملكوها شرعا لأن الله أباح لهم وفي التعليق على الصورة دية هل المدعو شيخ الإسلام ابن تيمية هنا يعلم مكارم الأخلاق أو أي قيم محترمة لأتباعه من المسلمين أم يعلمهم الإجرام واللصوصية والصرقة بالإقراح والإنحطاط؟ يا عم العقل إحضارنا قليلا وفكر في الفتوى التالية لابن تيمية الكفار لا يملكون ما لهم ملكا شرعيا ولا يحق لهم التصرف فيما في أيديهم والمسلمون إذا استولوا عليها فغنموها ملكوها شرعا لأن الله أباح لهم الغنائم ولم يبح لغيرهم نرجع بقى لدكتور طارحيجي نشر الصورة دية لفضيلة الشيخ وهو بيقول سياحة هي وسيلة لتعريف الآخرين بديننا أيضا كتب الإمارات كانت عندها جسارة تعزية إسرائيل عقب العملية الإرهابية التي قامت بها حمس من ثلاث أيام أخطر قود للقراهية هو الهوس الديني أيضا نشر الصورة دية والبوست ده هو شيره العرب لم يستحبوا من الجزيرة العربية شيئا من العلم أو الفن أو التراث الثقافي وإنما جاءوا بعنصرين جديدين من عناصر الثقافة هما اللغة العربية والدين الإسلام أما ما سوى ذلك فقد وجدوا أنفسهم مضطرين للاعتماد على الشعوب التي غلبوها على أمرها فكانوا يمثلون بين أيدي مواليهم من ثول التلميذ أمام أستاذه فإذا نحن تحدثنا عن الطب والفلسفة أو الرياضيات عند العرب فلسنا نعني بالضرورة أنها من نتاج العقل العربي أو أنها نمت وازدهرت برعاية سكان الجزيرة العربية بل نقصد أنها أوضعت كتبا عربية ألفها علماء من السوريان والفرس والعراقيين والمصريين والعرب من نصارى ويهود ومسلمين بعد أن استمدوا أصولها من منابع يونانية وآرامية وهندية وفارسية وغير ذلك من المصادر أيضا الكاتب والشاعر أبا نوم فوزي كتب حضرتك كمواطن مصري هضيتك هي بلدك وبس ولازم بلدك دي تبقى بالنسبة لك كل حاجة وأهم حاجة ومصلحتها وأمنها واستقرارها وسلامها تحطهم فوق الجميع وفوق أي شعارات فارغة خسيرها أكتر بكتير جدا من مكاسبها بالمناسبة حضرتك دمك لا فلسطيني ولا أوكراني أو غيره دمك مصري وبس ده إذا كان عندك يعني أي قضية في العالم أخرنا ندعمها كدولة دبلوماسيا وإنسانيا ومعنويا وماديا فقط كإرسال أطكم طبية تبرع للإعمار إرسال طعام وشراب وغطاء للمتضررين إلى آخره لكن ندخل في صدام وحرب وتوتر علاقات مع أي دولة على شيء لا يخصنا ولا لينا دعوة به ده أكبر غلط ممكن بني آدم عاقل يرتكبه في حق وطنه إحنا فينا اللي مكفين يا جماعة ومش نقصين مصايب ووجع قلبه ودماغه ورجاء محبة يعني إذا كان في رزالة محدش يدخل اسم مصر في جملة مفيدة في أي مشكلة كانت في محاولات كتيرة قوي لطورية مصر في حرب وصدام مع إسرائيل وكأن ده واجب عليها وحق ليهم وإن مصر رفعت إيديها وقالت نهدأ ونحكم عقلنا نلاقي ألف مين يزايد على مصر ومواقف مصر مع فلسطين في تاريخ نضالها ده كله إحنا ضد الظلم والعنف والإرهاب والأذب كل أنواع لأي إنسان لكن بحلول أكتر عقلانية قد نفرحنا باللي عملوا المسلحين الفلسطينيين كم ساعة وراحوا ردوا الضربة أضعاف ومش هيسكتوا مين اللي تضرر في الآخر غير العزل الغلابة اللي اللي حاول ليهم ولا قوة العقل يا جماعة كل حاجة لازم تبقى مدروسة كويسة جدا لأن العواقب وخيمة لا تحتمل ولا حتى تتوقع وربنا يعديها على خير الأيام دي فيه مؤامرة على مصر من الداخل والخارج لعودة الإنفلات الأمني والبلطبة في الشوارع والحدود لازم تتأمن كويس جدا والبلد مش عارفة تلاقيها منين ولا منين فنهدى كده عشان ما نلاقيش نفسنا إحنا كمان بلا وطن ولو لا قدر الله بقنا كده مش هنلاقي اللي يفتح لنا بابه خافوا على بلدكم يا جماعة دي أولى ليكم من أي حاجة تانية في الدنيا بلدك هي مستقبلك ومستقبل أهلك وعيالك واللي الحماس قاتلوا قوي يروح يقاتل في أرضهم زي الرجالة وزي ما عملنا إحنا بستة اكتوبة مش زي الجوبنا اللي بيدربوا من الظهر العزل اللي معهمش سلاح السياحة هتتضرب والاقتصاد هينهار والبلد هتغرق أكتر خافوا على بلدكم إحنا مش نقصين يا جماعة والشعارات البراقة الفرغة دي مش بتأكل عيش دي نتيجة خراب مؤكد وعلى فكرة اللي عملت كده في الإسرائيليين دي مؤسسة إرهابية وضرت مصر كتير وكتير كمان ومالت سينة بالإرهابيين فما حدش ملك يعني بلاش تنخدعوا في حد مصر بلدنا أهم حاجة عندنا واللي عايز يجاهد ويقف جنب إخواته يروح بلدهم يحارب هناك لكن في مصر لأ مصر دايما جيشها حيامي وليس معتدي وعمر ما حد هيخلينا نعتدي ونتحشر في حاجة لتخص سياسة دولتنا العظيمة ربنا يعديه على خير ويحفظ مصر من كل شر ومن كل معامرة تحية مصر للأبد أيضا كتب حدود بلدنا خط أحمر واللي يفكر يغرب منا ولو كان مين هنشيله من على وش الدنيا إحنا ما بنهزرش جيش مصر جيش بيدافع عن أرضه ووطنه وحدوده وبس حيامي وغير معتدي واللي قرب منه هيشوف سوادي السوادي لا للفاوضة والخراب والضمار تاني إحنا الحمد لله دلوقتي عايشين في أمان واستقرار واللي عيفكر يضيع تعب ومجهود وتحدي وإرادة عشر سنين هو حر هو اللي جان على نفسه الإرهابين ملهمش مكان في مصر وحدودنا مش هنفتحها المخلوق لو إيه اللي صار كل واحد يحاسب على مشاريبه لوحده محدش يدخل مصر في جونلة مفيدة ويحاول يدخلها في الليلة بتاعتكم دي كملوا يا أبطال يلا عايش برافو بس بعيدوا عن مصر أحسن لكم اشتركوا في القناة